قرعت طبول الحرب بين غزة وإسرائيل سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وأسير استنفر العسكر في كلا الجانبين وتوقفت الحياة الاقتصادية بشكل كامل تكلفة فاتورة الحرب باهظة وعدادها يزداد في كل دقيقة خسائر انعكست مباشرة على مؤشرات التداول في برصة تال أبيب التي تكبدت خسائر بأكثر من 20 مليار دولار في أول جلسة تداول لها يوم أمس وتهاوت أسعار السندات السيادية بأكثر من 3% كما تراجع سعر الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى له في ثمانية سنوات مما دفع بالبنك المركزي للتدخل بشكل فوري بحزمة إنقاذ بقيمة 45 مليار دولار لوقف تدهور العملة المحلية الحرب تسببت أيضا في إلغاء 300 رحلة جوية بين إسرائيل والعالم ووقع القطاع السياحي في قبضة الحرب وأغلقت المئات من المصانع والمحل التجارية وتقدر الخسائر الإجمالية للاقتصاد بحسب إكزت للاستشارات بنحو 10 مليارات دولار وفي المقابل في غزة يتعرض القطاع لإعصار الناري بسبب القصف المكثف من قبل الطيران والمدفعية الإسرائيلية التي تسببت بتدمير البنية التحتية وتسببت بانقطاع الكهرباء والوقود ودفعت بأكثر من 20 ألف مواطن للجوء في مدارس تابعة للأمم المتحدة حالة الحرب التي أعلنت عنها إسرائيل وللمرة الأولى في خمسين عاما لن تمر مرور الكرام على اقتصادها ولا على المنطقة والعالم في حال تشعبت وشملت لاعبين آخرين ففور عودة الأسواق للتداول اليوم قفزت أسعار الذهب بأكثر من 19 دولار للأنصة مع اندفاع المستثمرين للملاذات الآمنة كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% مع تجدد الخوف من تعطل الإمدادات من المنطقة